هذا وتشارك في معرض البحرين الدولي للطيران أكثر من مئة شركة متخصصة في مجال الطيران تقنيا وخدمتيا الشركات استغلت مساحة المعرض لتكشف عن آخر ما توصلت إليه من ابتكارات وخدمات ومسابقة تنافسية هي الأخرى لاستقطاب الصفقات والاتفاقيات دور ريادي ليس وليد اللحظة فلطالما كانت البحرين حلقة وصل الشرق بالغرب في مجالات عدة وإن أردت الحديث عن الطيران يتطلب منك ذلك آلة زمنية تأخذك إلى حقبة الثلاثينيات وفي مطلعها تحديدا لتشهد ماضي ريادتها في الخدمات الجوية ولو أن حاضرها يثبت لك ذلك كبرى شركات الطيران حرصت على ترويج نفسها وأتت بآخر ما توصلت إليه من تقنية الطيران وخدماتها وذلك نظرا للفرصة الثمينة التي يقدمها معرض البحرين الدولي للطيران أكثر من مئة شركة حجزت لنفسها مساحة للعرض لتدخل في سباق التنافسية وهدف مشترك صفقات تدفع بمزيد من التقدم نحن هنا لعرض مروحيتنا العسكرية التي تعد من أسخر المروحيات العسكرية حجما ووزنا ونأمل أن تنال إعجاب الجهات العسكرية المشاركة المعرض أخذ في التنامي منذ انطلاقته الأولى ونحن نشارك منذ المعرض الأول ونحرص على لقاء المشاركين وتبادل الأفكار معهم خصوصية يقدمها معرض البحرين الدولي للطيران للشركات العاملة في قطاع الطيران وتسهيلات هي الأخرى كانت السبب في تمييز التنظيم البحريني للمعرض لعل أبرزها إمكانية الوصول إلى الوفود رفعات المستوى سوق عالمية حجزت مساحة المعرض بنسبة 100% ما يضع للمملكة موطئ قدم على الخارطة العالمية في مجال الطيران بس اعمل بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين